موسيقى موسيقى بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام المسيح عزيزي مشاهدي قناة الحياة المسيحية التي هي الصوت المسيحيين ومتابعي برنامج أبناء الرافدين يهدف البرنامج إلى إيصال تعاليم المسيح من محبة وعطاء ومساعدة إلى الآخرين وأيضا علمنا المسيح أن نقول الحق نبني جيل جديد لا يعرف الحقد والكراهية والقتل بعيد عن الإرهاب حلقتنا اليوم بعنوان الإرهاب لا دين له بعد كل حادث إرهابي تقوم به جماعات من المسلمين يقولون أن هذه العملية هي ليست من شيمة الإسلام والذين قموا بهذه العملية ليسوا مسلمين وليست من تعاليم القرآن ويخرج علينا المحللين والمبررين والمعلقين وشيوخ الإسلام ليقولوا لنا أن هذه ليست من الإسلام ويتبررون من هذه العملية الذي اقترفوها أعداء الحياة ويقرؤون لنا ويقولون من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سورة المائدة وأن هؤلاء ظالون ليسوا مسلمين بل هي عملية أمريكية أو صهيونية طبعا هذا غير صحيح حيث يستخدم الإرهابيون آيات من القرآن واسم الله وكبر والذين يمولونهم تجار مسلمين أي أغنياء مسلمين والذين يقومون بالعملية الإرهابية هم مسلمين تم غسل دماغهم بالخمر الذي في الجنة والحوريات الذين ينتظرونها وهناك من يعترف من شيوخ الإسلام بأن هذا هو دين الإسلام ولكن من حقنا أن نسأل بعد كل حادث تقوم به هذه الجماعات الإسلامية بعض الأسئلة التي نطالب بالرد عليها من شيوخ الإسلام ما العلاقة بين القرآن والصناع التطرف في العالم الإسلامي والإرهاب وداعش والقاعدة والوهابية الذين يحللون قتل الآخرين الجواب هو الفكر الإسلامي وتعاليم القرآن وهذا هو الإسلام الحقيقي هناك من يعترف نعم هناك من يؤكد ويعترف لماذا كلما ازداد المسلم تعمق في الإسلام ازداد التطرف السلبي في داخل هذا المسلم يكون مبني على العنف والكراهية والقتل والتدمير والتعصب والجهل الجواب هو تعليم مبني على الإسلام من القرآن بفم نبي الإسلام من حروب وقتل وجزية ولا ننسى التاريخ الإسلامي وأقوال النبي والنصوص القرآنية التي تعلم على القتل والدمار والتطرف والجزية هناك 700 آية وحديث يجب حذفهم من كتاب القرآن والحديث النبوي التي تحرض على القتل والسلب والغنائم والمسيار وزواج المتعة وكلمة القتل المذكورة في القرآن 96 مرة وهناك 164 آية حرب وجهاد في القرآن من أصل 6236 آية أي ما يشكل نسبة كبيرة من آيات القرآن المشكلة الأكبر أنه معظم آيات الحرب تنسخ آيات السلم والتسامح فآيات السيف تنسخ حوالي 121 آية يعني هذا خداع علني أدعوك بالمحبة بس في يدي سيف وبعد كل هذا يقولون أنتم تنسبون العنف إلى الدين الإسلامي ويقولون هناك سوء فهم وبعد كل هذا التعليم على القتل والدمار نرى أن الإنسان يموت باسم الدين أكثر من الذين يموتون بالسرطان هل هو سرطان جديد؟ يجب المطالبة بحذف جميع آيات القتل والتطرف والجزية لا يكف النص القرآني عن الدعوة إلى القتل والقتال بل يقول لنا في أحد الآيات كتب عليكم القتال سورة البقرة الآية 126 وهذا نص واضح وصريح على الفكر الإسلامي المسلم مخلوق يقاتل ويقتل وهو قاتل ما احترامي وتقديري إلى كل شخص لا يطبق الفكر الإسلامي على آخرين كلمة أقتلوهم التي جاءت في القرآن هي كلمة أمر للمسلم بقتل غير المسلم والذين يطلقون عليهم اسم الكفرة وقد وردت في آيات كثيرة في القرآن وهي أمر المسلم على قتل الآخرين عندي سؤال إلى أخي المسلم الذي يقتل المسيحيين لماذا يتم قتل المسيحيين وما هي جريمتهم هل بسبب تكفير القرآن ومحمد للمسيحيين هل هذا سبب كافي أم بسبب المال والطمع والنساء الفكر الإسلامي يأمرك على قتل الآخرين كي تدخل الجنة أي جنة هذه وأي إلى هذا الذي أنت تعبده قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم سورة المائدة سيدي المسيح إذ كان الإيمان بحبك الذي أعلنته للبشر كفراً فأنا أحب أن أبقى معك حتى لو قالوا عني كافر هل أصبح حبي للمسيح كفر؟ هل أصبح التعاليم المحبة والتسامح كفر؟ هل الكفر أن أحب أعدائي أم الكفر؟ أن أكون صادق وأمين هذه هي صفات المسيحيين المسيح يعلمنا التسامح والمحبة وليس القتل قتل الآخرين في متى إصحاح 22 وعدد 35 إلى 41 مكتوب وسأل واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلاً يا معلم أي وصي هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء المسيحيون ليسوا كفر لهم إله واحد كما هو مكتوب في إنجيل مرقص إصحاح 12 وعدد 28 إلى 30 فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحارون فلما رأى أنه أجابهم حسناً سأله أي وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع إن أول كل الوصاية هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك في رسالة يحنى الأولى إصحاح 4 وعدد 19 إلى 21 نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضاً وهذه هي رسالتي إلى كل مسلم هناك تأثير على كل شخص يقرأ القرآن والحديث الإسلامي أو الفكر الإسلامي الذي يعلم على القتل حينما يدرسون القرآن والغريب أن هذا التأثير الروحي قد ظهر واضحاً على الإنسان مثل هذه القصة حينما تحول ميجور الأمريكي الفلسطيني الأصل نضال مالك حسن وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي تحول لمجرم لمجرد ذهابه للمسجد القريب من بيته ليقوم بعدها بشراء رشاشة ويقوم بقتل العاملين معه في نفس الوحدة العسكرية وهذه العينات صارت تملأ وطننا العربي والعالم الغربي وبعد ثورات الفوضى التي عمت العالم العربي وفي باقي دول العالم في كل مكان من خلال الفكر الإسلامي والقرآن والجامع وتعاليم الشيوخ نحن نسأل شيوخ الأزهر وكل شيوخ الوطن العربي وكل مسلم مستاء ومستنكر لعمليات الإرهاب الإسلامية لماذا لا تقومون بدراسة النصوص الدينية التي تستخدم مع هؤلاء المجرمين واستنكارها ووضع قانون لإبطال مفعول هذه النصوص التي تحث على القتل والدمار ضد الإنسان والإنسانية عندي سؤال لكل مسلم محترم ماذا لو جاءتك الفرصة لتقتل مشرك أو كافر أو مرتد عن الإسلام دون أي عقاب أو مساءلة قانونية هل ستقوم بقتله؟ فهل ستقاتل في سبيل الله؟ يجب على كل مسلم أن يعرف آيات القتل في القرآن وأن يستيقظ قبل فوات الأوان فأنت مسير بحسب إله الإسلام وكتاب القرآن وتعاليم وتاريخ الإسلام وأمر القتل قال إله الإسلام كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة البقرة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال سورة الأنفال يعني يعلم الناس على القتال أريد أشوف أي نبي رحم هذا اللي حرض على القتل لعد المجرم كيف يكون يعلمنا الله في الكتاب المقدس أن الإنسان مخلوق على سورة الله نرى عناية الله بالإنسان وخلقه الله خلق شيء جميل نرى عناية الله ومحبة في الإنسان أعطانا المحبة نرى الله يعطي الإنسان السلطان على الحيوان وعلى كل شيء على الأرض ولم يعلم الإنسان أن يقتل أخيه الإنسان كما هو مكتوب في سفر التكوين إصحاح 1 وعدد 26 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض يتسلطون على السمك والطيور والبهائم وليس على الإنسان أنتم تقتلون بإسم الله وبإسم الإسلام ونبي المسلمين كما هو مكتوب في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوانة إلا على الظالمين ويقول أيضا في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام ويؤكد في سورة آل عمران من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا حكم القرآن وإله الإسلام ونبي المسلمين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سورة التوبة ويستند كل مسلم يريد أن يطبق الإسلام على هذا النص الذي يستند عليه المسلمون في كل الأرض كما هو مكتوب في سورة الفتح تقاتلونهم أو يسلمون عزيزي المسلم ليس ليه هدف الهجوم أو الدفاع فأنا إنسان معونتي من عند الله هدفي هو أن نعيش في سلام ويكون لنا إله يجمعنا بالحب والسلام أخي المسلم القرآن يحرضك على أهلك من أبوك وأمك وأخوك وأختك زوجتك من خلال هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولاهم منكم فأولاك هم الظالمون سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم نرى من خلال هذه الآية القرآنية المسلم هو الذي يعادي المسلم أي أن الفكر الإسلامي المتعصب بتعاليم القتل يحرضك على قتل أخيك من المسلمين حتى لو كان أخوك من دمك ولحمك أو ابنك من صلبك أو أبوك وأمك أو زوجتك بحجة الكفر أخي المسلم هل الحق هو القتال والقتل؟ هل الحق هو إجبار الآخرين على الصلاة والزكاة؟ ونرى ذلك من خلال الراوي أبو هريرة وحديث البخاري والمصدر صحيح البخاري عزيزي المسلم لا تدافع عن هذه الأفكار الذي هو فكر القتل والدمار ولكن قف وقفة صدق مع نفسك بكل رجولة وراجع نصوص قرآنك والفكر الإسلامي والحديث النبوي وكن أمين مع نفسك وكفاك لف ودوران حول هذا الفكر الإسلامي هناك من في القرآن الذي يشدك إلى قتل الآخرين بإسم الله والدين وينتهي بك إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريد ومن هنا نعرف من أين جاء الإرهاب ومن هم المسؤولين ونعرف الآن أن الإرهاب له دين دعونا نصلي من أجل كل مسلم أن يعلم ويرى طريقه يا رب أصلي إلى كل مسلم ومسلمة وإلى كل أهنف اللي في العراق وفي كل العالم من المسلمين أن تفتح باب قلبهم وتنير طريقهم ويعرفوك أنت الإله الحقيقي الذي ينير قلب الإنسان وتشفي النفوس المنكسرة وتغير كل ظلم إلى نور ودجعلهم يبصرون آمين محبة الله الآب ونعمة المسيح وشركة الروح قدس تكون معكم آمين سلام ونعمة الرب يسوع معكم عزائي المشاهدين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين موسيقى 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 موسيقى